بلوقتي مشاهدينا معد موجز لأهم الأخبار مع مننا تفضلي منه شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الكويت وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن زيارة تتأتي في إطار خصوصية العلاقة المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعيدة وأضف متحدث الرئاسة أنه من المقرر أن يبحث رئيس السيسي مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت محاورة تعاون المشترك وسبول تعزيز العلاقات الثنائية الوسيقة التي تجمع بين البلدين خاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين هذا ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمة الإقليمية والدولية ومسيدات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الرهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي أدانت وزارة الخارجية لاستهداف الإرهابية من قبل قوات الحوثي لمطار الملك عبد الله في جزانب السعودية باستخدام طائرة مسيرة مفخخة أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وخلفت خسائر مادية وأكدت الخارجية أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية والمدنيين يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة العراف وتهديدا لأمن واستقرار المملكة وشددت الخارجية على تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية مؤكدة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1239 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 40221 حالة وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي تسجيل 2003 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 54 حالة جديدة اعتبر الرئيسان الفرنسي إيمانوال ماكرون والأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال منطقتين دوناتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا انتهاكا واضحا لاتفاقات مينسك لوقف إطلاق النار مؤكدين خلال اتصال مشترك أن قرار روسيا لن يمر دون رد من جانبه أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستوتنبرغ اعتراف الرئيس الروسي باستقلال منطقتين دوناتسك ولوغانسك وقال ستوتنبرغ أن قرار بوتين يقود سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحل نزاع وينتهك اتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار والتي تعد روسيا طرفا فيها عقيدت اليوم جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية وخلال الجلسة قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيديني بينينزا إن شرق أوكرانيا كان على شفى مغامرة عسكرية أوكرانية لا يمكن لروسيا أن تسمح بها وتعهد بأن موسكو لن تسمح بحدوث حمامدة من جديد في المنطقة من جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة لندرال جرينفيلد إن الهجوم على أوكرانيا يمثل هجوما على سيادة كل دولة عضوة في الأمم المتحدة وأكدت جرينفيلد أن الولايات المتحدة ستعتمد إجراءات إضافية لإخضاع روسيا للقانون الدولي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يحضر على الأمريكيين التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية في دوناتسك ولوغانسك على أثر اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي يتيح فرض عقوبات على أي شخص يعمل مع تلك المناطق الأوكرانية وأضف المسؤول أن الإدارة الأمريكية ستتخذ اليوم إجراءات إضافية لمحسبة روسيا على اعترافها باستقلال دوناتسك ولوغانسك عن أوكرانيا أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسك أن اعتراف روسيا بالانفصاليين اعتداء على سيادة أوكرانيا وقال زيلنسك إنه يؤيد التسوية السلمية وأن حدود أوكرانيا الدولية ستبقى كما هي مشيرا إلى أنه يتوقع دعما واضحا وفعالا من الغرب أمام روسيا شهد المعبد الكبير للملك رمسيس الثاني بأبو سنبل ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك بالكدس الأقداس وذلك بحضور عدد من السائحين الأجانب والعربي وزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة وتتكرر الظاهرة مرتين كل عام يومي الثاني والعشرين من أكتوبر والثاني والعشرين من فبراير لتجذب أنظار العالم حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو ستين مترا لتشاع بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني نهاية مجز التساع عودة لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل